عاوزين نعرف إزاي حضرتك بتقدر تجمعي ما بين مسؤولياتك كأم ومسؤولياتك أيضاً كوزيرة؟ يبقى أولاً إحنا يمكن يعني الأمومة في الوظيفة دي بزيت وزيفة وزيرة التضامن يعني هي اسمها تضامن يعني هي المفروض جاية تتضامن مش بس مع أميات ومع الأسر كلها الوظيفة فعلاً يمكن موضوعات وزارة التضامن كلها ثرية كلها فيها عطاء فيها حب فيها إحساس بالآخر بنخدم فئات أولى بالرعية فغزب عن الواحد بيلاقي مش بس عقله اللي بيشتغل بيحس بالناس دي وأعتقد بحقوم علينا عشان نقدر فعلاً نوصل للاحتياجاتهم ولحقوقهم أما بقى بنأجمع بين الوظيفتين هو من حسن الحظ أن جات لي وظيفة وزيرة بعد مولاذي كيبرو يعني أنا في الآخر هقول لك هي الاتصالات وزادي خيادة جمهورية بصران العربية فالاتصالات بتشتغل أكتر على الإنترنت على التليفونيت على الشاتس لكن الأم بقى يعني أنا الوزارة بنتي وابني وكل حاجة والحقيقة هي يمكن بنخدم أطفال كتير بنخدم أطفال كريمي النسب ومعلومي النسب في المؤسسات بنخدم أيتين بنخدم أطفال كتير قوي فبالناس بيدي كل واحد فيهم بعوة طيبة أحساس أن أنا مش قدرة أحاسب ماما كده وأشوف أولادي كل يوم فباشوفهم هما ودول أحلى حاجة في الدنيا لكن يعني أمكان وأنا صغيرة شوية كانت هتبقى أصعب شوية ما كانش مستحيلة لأن معنا أمهات أصغر مني لكن بقول أن الولاد في الفترة دي بتفهموا أكتر وبيحسوا أن الأم بتشتغل في وظيفة معينة وليها إحساس بالعمل العام فبقوا أكتر نوتجن وبقوا أكتر هم كمان بقى ليهم طموحاتهم فأعتقد أن الفترة يعني الحمد لله بعد ما يعني يتربوا ويكباروا المسؤولية بتهدى شوية أكيد بتفضل دايما مسؤولية موجودة بس مش بتحتاج الجهد بدني الرعاية مش بتحتاج وقت قد ما بتحتاج بقى فكره وأنك مشغولة بيهم وبتفكر يعني ما بتحتاجش الجهد اللي بتحتاجيه وانتي أصغر بتودي حد المدرسة وحد التمرين وتذكر الفلين يعني المسؤولية بتقل من ناحية الجهد البدني لكن بتزيد من ناحية الطاقة والجهد العقلي